ألم بيكو جريت فور هنشتغل دلوقتي آخر كونسبت في المنهج عندنا هناخد كده سواني نشغل الألم بيقول لي بتاع يعني باستمرار بمعدل أسرع من يعني معدل الاستهلاك يبقى هي عبارة عن إيه شفتت فين الكلام ده في الكنسبت تتاع الفيول هو هو نفس الكلام تمام؟ تعني نشوف حاجة تانية في عندنا شفت كويسشنز بيقول لي what are the different ways to use renewable energy to generate electricity إيه للطرق اللي أنا إيه؟ أستعملها علشان أعمل إيه؟ أجيب إلكتريستي باستعمال طاقة متجددة عايز أجيب إلكتريستي بشكل متجدد يبقى أنا بستعمل إيه؟ بستعمل مصادر الطاقة المتجددة إزاي أجيب إلكتريستي بشكل متجدد؟ بيستعمل مصادر الطاقة المتجددة أهو we can generate electricity from renewable resources of energy such as واكتب الأكزامبلز بتاعتنا كلام سهل تمام نشوف كده كويسشن بعده بيقول لك إيه؟ renewable resources can be called alternative resources of energy أو clean resources of energy يعني بيقول لك إن فيه أسماء تانية للrenewable زي alternative يعني مصادر طاقة بديلة تمام؟ أو مصادر طاقة نظيفة ليه بسميه كده؟ ليه بسميه كده؟ بسميه alternative resources of energy because they are alternative to fossil fuels علشان هو بديل للfossil fuels طب ويبقى سسميها clean ليه؟ علشان مش بيعمل pollution للenvironment not pollute environment because they don't need burning to generate electricity يعني هو مش عايز حرق علشان أطلع electricity so they don't pollute environment تمام؟ يبقى أنا بسميها alternative وبسميها clean ليه بسميها كده؟ وليه بسميها كده؟ alternative because they are alternative to fossil fuels طب clean because they not need burning to generate electricity so they don't pollute environment أو ممكن يعني بطارية أسهل في الجزء ده بتاع الكلين تقول إيه؟ they not blood environment and they not need burning تمام؟ سؤال سهل جداً نشوف غيره في عندي table هنا حلو قوي بيقول لي إيه؟ complete the table flash light flash light اللي هو إيه؟ الكشاف إيه؟ source of energy والsource of energy ده renewable ولا non-renewable flash light يا ترى الكشاف بيشتغل بإيه؟ ببتري يبقى non-renewable لأن أنا عارف الrenewable كم واحدة؟ أم أربعة biofuel sun wind water طب إتي فيه شغال بالإيه؟ بإلكتريستي الإلكتريستي أحكم عليها renewable ولا non-renewable اكتب اللي اتنين طالما عندك جهاز خلي براك من السؤال ده مهم جداً طالما عندك جهاز شغال بالإلكتريستي اكتب اللي اتنين في الـ renewable أو non-renewable ليه؟ لأن الإلكتريستي ممكن أجيبها من فصل فيول وده شفناه في الconceptة بتاع الفيول إن أنا بفضل أحرق الفصل فيول وبعد كي يحاول الوطر الستم والاستم ده يروح يتحرك في أنابيب والأنابيب تحرك الايه؟ تحرك التربينز والقيونتك إينارجي بتاع التربين تشغل ايه؟ الدينامو أو الجنريتور والجنريتور يحول القيونتك إينارجي الإلكتريستي دي حاجة طب هل ينفع أعمالها من renewable آه أنا جايلك آآ آآ بتاحت في الدرس اللي هو ايه؟ فاكر فاكر في أول concept بتاع devices لما قلنا إن الوطر اللي بتحرك التربينز أو اللي بتحرك الوطر ميل الكيونتك إينارجي بتاعت الوطر ميلز أو التربينز بيحصل لهم إيه؟ بيحولوا وبيتحولوا الإلكتريك إينارجي طب إزاي كيونتك يتحول الإلكتريك عن طريق الجنريتور؟ قلناك كلام ده طب سؤال تاني ريموت كنترول ريموت شغال به بتاري يبقى نهان رينيوابل طب الستريت لايت ركز في السؤال ده هيجيلك ومشاهد تعرف تحله الستريت لايت اللي هي إيه؟ آآ الأنوار اللي في عواميد بتاعت الشارع النور العمود ده شغال بالإيه؟ سولار بانيلز يعني إيه سولار بانيل؟ خدناها في كريوسيتي سولار بانيل اللي هي الألواحي الشمسية اللي هي بتحول الايه؟ السولار انرجي ليه؟ لايت انرجي والكتريك انرجي وسيرمل انرجي مش كريوسيتي كان بيشتغل بطريقة دي؟ طب السولار بانيل ده بيبقى رينيوابل لأن الصن من الرينيوابل ريسورسز خلي بالك التيبل ده مهم جدا تمام؟ خلاص كده عرفنا ان الفلاش لايت بيشتغل ازاي؟ وعرفنا ان الستريت لايت بيشتغل ازاي؟ تمام؟ واي حاجة بتشتغل بإلكتريستي نعليها رينيوابل وننرجي رينيوابل ماشي؟ نشوف اللي بعده هنتكلم عن الصن فرست صن ماشي يعني احنا البايوفيول البايوفيول من الامثلة بتاعت الرينيوابل ريسورسز مش متكلم عنها بس اقيل كلمتين ببساط خالص في الكنسيبت بتاع الفيول اللي هو ايه؟ زي الوود والوود ده اقدم نوع من الفيولز وقالنا كنا بنطلع منه تشاركول وفيه كمان عندك ايه؟ الهرب وعندك الكورن الكلام ده كلام قديم دعنا ندخل بس في الصن والووتر والويند اول حاجة الصن مالها بيقولك الصن إز ستار إيه ده؟ هي الصن دي مش من الكواكب لأ الصن دي عبارة عن نجم ويز ميديم صايز حجم متوسط ماشي؟ بيقولي ويتش كونتين هايدروجين اند هليم جازس دي أسامي جازس يبقى انا عندي الصن اهي الصورة اللي عندك هنا دي عبارة عن ايه؟ ستار ميديم صايز كونتين هايدروجين اند هليم جازس اند نيوكليار ري اكشن وكير بتوين زين بتوين مين ومين؟ بتوين هايدروجين والهليم يحصل ايه؟ نيوكليار ري اكشن اه ما انا قلت كده في الكونسبت اللي هو بتاع ديفايسز قلت ان فيه نيوكليار انرجي بتتحول للايت انرجي كمام؟ يبقى احنا هنا كلام بالتفصيل قلنا ان فيه هايدروجين وهليم جازس بيحصل بينهم تفاعلات نووية طب التفاعلات النووية ده بيحصل وراها ايه؟ انفجار اه طب الانفجار ده بيعمل ايه؟ بيعمل نور وحرارة اهو توب روديوس لارج امونت يبقى انا عرفت ايه في الجملة الاولى؟ عرفت ان الصن عبارة عن ستار بتتكون من هايدروجين وهليم جازس الهايدروجين والهليم بيحصل بينهم يعني ايه تفاعلات نووية؟ يعني ايه تفاعلات نووية؟ يعني انفجار طب الانفجار ده بيجي بعد دي ايه؟ بيطلع نور وحرارة لايت وهيت تمام؟ لو جبتلك ويس شام بقولك فيه how does sun produce light and heat؟ اكتب لي الديفنيشن اللي فوق ده تقول ان sun is a star with medium size which contain هيدروجين and helium gases يبقى فيه ايه؟ هيدروجين وهيليم nuclear reaction occur between them to produce large amount of light and heat خلاص؟ يبقى هو ده الطريقة ازاي طلت الصن بتطلع light and heat تمام؟ نشوف غيره في عندك في الصن الجزء اللي هو من الطرف ده الصن اهي؟ تمام؟ الجزء اللي هو من الطرف اهو ده الدايرة نفسها دي الارضية بتاعت الصن دي اسمها photosphere اسمها ايه؟ photosphere يعني photosphere دي المنطقة اللي بتبقى على الطرف بتاع الشمس طرف الشمس اسمه photosphere يقولك region of gas منطقة غاز add the edge of sun يعني على طرف الشمس ودي اللي بتدي النور which give light يبقى region of gas add the edge of sun which give light منطقة الغاز على حفة الشمس بتطلع نور ماشي؟ ده اسمها photosphere عشان تبقى عارف ايه الفوتوصفير ده بيقولك ان heat and light transfer in form of waves اه ما انا عارف ان الهيت واللايت بتحركوا في شكل موجات اه تمام؟ in space and reach air ماشي؟ بيقولك ان sunlight is intense intense يعني ايه؟ شديد تمام؟ damage your eye يعني يضر عينك عشان كده لو سألتك why sunlight damage your eye هقوله because it is ايه؟ intense يعني شديد تمام؟ يبقى انا طلعت ايه من الجزء ده؟ طلعت ان الفوتوصفير هو edge of gas هو region of gas edge of sun which give light وان الهيت واللايت transfer in form of ايه؟ waves تمام؟ وان الهيت بيعمل damage للآي ليه بيعمل damage للآي؟ علشان هو intense تمام؟ نشوف غيره in importance of sun سهل جدا اربع اهميات للشمس هو source of light and heat مصدر للايه؟ ضوء والحرارة تمام؟ هو ايه كمان؟ بنقول ان هو start of energy chain ايوة احنا عارفين ان الهيت start للانرجي تاني حاجة البيلانت need sunlight to make food البيلانت بيعوز sun light علشان يعمل الفوت بتاعه اللي هو chemical energy stored in plant تمام؟ وكمان نعرف ان without sunlight life not exist يعني من غير sunlight ايه؟ الحياة تختفي لا توجد على الارض يبقى انا عندي اربع جمل تخص الاهمية بتاعت الشمس the importance of sun اربع حاجات source of light and heat start of energy chains plant need sunlight to make food without sunlight life not exist تمام؟ نشوف غيره عايز اعرف uses of solar energy uses of solar energy اتنين uses direct و indirect يعني ايه direct ويعني indirect direct يعني مباشر indirect يعني غير مباشر تمام؟ طب يعني ايه direct use of solar energy direct use يعني انا باخد solar energy بحولها لserimal energy يبقى يعني ايه direct use يعني بحول solar light تمام؟ طب يعني ايه indirect use اللي هي تحت هنا indirect use يعني باخد solar احولها ل electric energy خلاص؟ يبقى احنا كده عرفنا اللي استعمالين معناهم ايه؟ direct use يعني معناها ايه؟ solar energy change to thermal energy وال indirect use معناها solar energy change to electric energy تعال نشوف direct use بص solar energy change to thermal energy تمام؟ احنا عارفين الكلام ده؟ طيب هو ده بيتطبق فين direct use؟ قال لك بيتطبق في ثلاث حاجات استنى كده علشان ايه اورهم لك في نفس المنظر بيتطبق في ثلاث حاجات حاجة اسمها green houses solar heaters solar panels يعني green houses معناها الصوبات الزراعية solar heaters اللي هو قدامك ده اسمه الفرن الشمسي كله هكلمك بتفاصيل solar panels اللي هي ايه؟ الالواحة الشمسية وانت عارف شكلها طيب عندنا ثلاث حاجات بيحصل فيها direct use solar energy تمام؟ ايه هم؟ اول حاجة green houses solar heaters solar panels ايه هو green houses في الاول؟ دي عبارة عن خيمة تمام؟ خيمة اللي هي قدامك اهي بالمنظر ده ما للخيمة دي؟ الخيمة دي بتاخد الايه؟ solar energy تحولها لهيت energy يعني بتاخد سخونة الشمس وبعدين اللي تحت او جوة الخيمة دي انا بزرع نباتات مش بتطلع غير في درجات حرارة عالية تمام؟ يبقى انا عندي green houses دي بتعمل فيها ايه؟ باخد solar energy بحولها لـ thermal energy ازاي؟ قالك باخد السخونة بتاعت الشمس وجواها بروح حاطف البزور بتاعت النباتات اللي مش بتانمو غير في درجات حرارة عالية عشان كده اقدر استعمل green houses دي في زراعة نباتات مالها مش بتانمو غير في درجات حرارة عالية بس في الايه؟ في الوينتر بقى يعني انا قاعد جوة برد جداً احنا في الوينتر تمام؟ عايز ازرع نبات مش بيطلع غير في درجات حرارة عالية طب اعملها ازاي؟ اعملها ازاي؟ ببساطة شديدة جداً استعمل green house يبقى انت عندك نبات مش بيطلع غير في الصيف تمام؟ طب احنا في الشتاء دلوقتي اطلعه ازاينا دلوقتي اطلعه ازاي؟ قال لأ خد سخونة الشمس ياسيلي هات خيمة اسمها green house مالها تاخد سخونة الشمس وحط البزور جوه الخيمة دي ماشي؟ حطوط البزور قال لأ هتنمو النباتات دي هحصل تمام؟ عشان كده green house بنعمل بي ايه؟ اهو solar energy change to thermal energy to grow crops يعني لنمو محاصيل او زراعة محاصيل z grow يعني تنمو in warm climates only ماشي؟ فيه الايه؟ المناخي الدافئ فقط in winter تمام؟ فهمت الفكرة يبقى الجرين هاوس بياخد سخونة الشمس وسخونة الشمس دي تساعد في نمو نباتات مش بتنمو غير في درجات حرارة عالية واقدر ازرعها في الشتاء خلاص يبقى احنا كده نقول grow crops z grow in warm اللهم تسقول لي بس ازرعها فين؟ ازرعها في فصل الشتاء في ال winter خلاص تاني حاجة في ال direct use solar heater ايه solar heater ده؟ solar heater بكل بساطة استنى عشان اكبرلك الصور عشان تبقى فهم الرسمة دي عبارة عن ايه؟ بص كده ايه الفرن الشمسي ده؟ او solar heater بص دي اسمها مراية والمراية دي شكلها ايه؟ عمل زي المعلقة شفت انت المعلقة؟ بيبقى مش مراية يعني متسوية كده تمام؟ لا دي ايه؟ متنية لجوه كده بسميها ايه؟ curved mirror ما للك؟ قالك دي بتروح تعمل تركيز لاشعة الشمس تاخد وبعد كده تروح تحول solar energy ال heat energy وال heat energy تروح تسخن الاكل هنا او تسخن المية هنا او تطبخ الاكل فهم ازاي؟ يبقى احنا بنعمل ايه؟ بال solar heater solar heater عبارة عن curved mirror تاخد ال ايه؟ solar energy تحولها ليه؟ heat energy ازاي؟ انها بتركز اشعة الشمس على الطبق اللي قدامك ده فيسخن المية او يسخن الاكل تعالى نشوف الكلام ده بيقولك ايه؟ solar heater change solar energy لسرمال energy علشان اعمل ايه؟ to heat water and cook food تمام؟ ازاي؟ انه في curved mirror by curved mirror which focus sunraise بتركز اشعة الشمس in solar heater يبقى هيا بتعمل ايه؟ بتركز اشعة الشمس تحول solar energy بتاعت اشعة الشمس لإيه؟ لهية energy to cook food and heat water خلاص تالت حاجة عندي السولر بانل اللي قدامك دي تعمل ايه؟ تروح تاخد اشعة الشمس تمام؟ بتحول solar energy to thermal energy علشان تسخن انابيب المية دي انابيب كبيرة تمام؟ انابيب مية كبيرة بتسخنها بقى heat water pipes خلاص؟ يبقى انا كده اعملت ايه؟ استعملت تلات حاجات في ال direct use يبقى التلات حاجات اللي في ال direct use ان انا بعمل change to thermal energy طب استعملها في ايه؟ في تلات حاجات green houses طب green houses استفادت ايه؟ grow crops that grow in warm climates only in winter تمام؟ والتانية اللي هي solar heater solar heater طب هيحول solar energy لل thermal energy ل to cook food and heat water by curved mirrors which focus sun rays in solar heater طب والتالت واحدة solar panel change solar energy to عشان تسخن الايه؟ انا بيب المية to heat water pipes كده انا خلصت معك direct uses indirect uses ببساطة change solar energy to electric energy بس مش لازم الكلام الكتير هنا التقيل ده change solar energy to electric energy طب انا بستعمل ايه؟ بستعمل solar panels ياه ده solar panels كده اللي هستعمالين تنفع direct و indirect لان solar energy بتحول solar panels بتحول solar energy ل thermal energy علشان تسخن water pipes اهو ده استعمال لها وهنا solar panel بتعمل ايه؟ بتحول solar energy لelectric energy كمام؟ حلو بص في عندك example على solar panel بتحول solar energy لelectric energy اسمها محطة ايه؟ الكريمات كريمات power station الاكزامبل ده مهم جدا يبقى الكريمات power station بتعمل ايه؟ فيها solar panels contain solar panels وتchange solar energy لelectric energy لو مش مسريح للجملة دي تقدر تغيرها اكتب كريمات power station contain solar panels وتش تشينج solar energy to electric energy طب انا خلاص انا جبت electric energy يا طرى في استعمال للالكترك انرجي دي؟ اه بس استنى علي هكلمك بتفاصيل صغيرة كده هي solar panels دي solar panels دي عبارة عن لوح ازاز لونه اسود عارف بس بيتكون من مربعات صغيرة المربعات الصغيرة دي اسمها ايه؟ solar cells solar cells يبقى solar panel consist of ايه؟ solar cells اهي 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 الرسم مش هنبعد اهو بس شايف المربعات دي شايف هنا دي متقسمة المربعات تمام؟ المربعات دي اسمها solar cells خلاص يعني الخلايا الشمسية يبقى عرفنا solar panels بتتكون من solar cells استعملها ايه؟ حاكتين direct use يعني change solar energy to heat energy او thermal energy وتشينج ال ايه solar energy to electric energy تمام عايز اعرف استعملات ايه؟ تمام؟ بصوا كده turning on street lights يعني ايه؟ turning on street lights يعني اضاءة الشوارع او مصابيح في الشوارع يشغل باورينج يعني تشغيل ايه؟ الات الرأي تالت حاجة يعني تخزين طاقة في الكالكوليتور في الالة الحاسبة اللي بتشتغل بالـ solar energy هتلاقي كده في الات حاسبة هي مش جديدة ولا حاجة يعني الكالكوليتور احنا عارفينه تمام؟ وهتلاقي من جنب كده من فوق حتة ازاز كده صغير الازاز دي قالك لما تيجي اتعرضها للشمس بتلاقي الكالكوليتور الشاشة في الات الكالكوليتور تشتغل تمام؟ ولما تخش في ظلمة الكالكوليتور ده يفصل تمام؟ فبيقولك انه هو store energy in solar cell calculator يعني الـ solar cell اللي موجودة دي دي solar cell السolar cell الموجودة دي بتاخد solar energy تحولها لي ايه؟ electric energy تشغل الكالكوليتور اللي قدامك ده خلاص يبقى احنا عرفنا ثلاث استعمالات للـ electric energy في حتة كده صغيرة عايزة نبهك عليها مش هسيبك بيقولك ان solar cells او solar panel بتحول ايه بالزبط في الشمس الشمس فيها نوعين من الـ energy اه ايه هو النوعين من الـ energy solar energy وradient energy طب ايه هي الـ radiant energy دي الـ radiant اللي هي اشعة الشمس الطاقة الاشاعية اللي جاية من الشمس تمام فبيقولك ان solar cell بتحول بالزبط الـ radiant energy of sun and change it to electric energy تمام بس يعني علشان لو قالك ايه بالزبط اللي في الصن هتقول radiant energy انا جاي لك في الكلام وهقولك ايه الـ radiant وايه الفرق بين radiant و الـ solar بس استنى علي انا جاي بقولك دلوقتي ان solar cell بتعمل ايه بتحول radiant energy افصن هتغيرها الـ electric energy بتستعمل في ايه في تلات حاجات turning on street lights بصبراش كلمة turning وباورنج اكتب بتستعمل فيه and line و و و و الـ solar calculator اكتب بس اسامي الاجهزة مش لازم و والحاجات التقيلة دي خلاص يبقى علشان اخلص موضوع الـ الـ uses of solar energy الـ uses of solar energy عندي استعمالين direct و indirect الـ direct معنى ايه change solar energy to thermal energy وبيحصل في تلات حاجات greenhouses solar heaters solar panels الـ greenhouses استعمالها ايه grow crops which grow in warm climates only in winter طب الـ solar heater بتعمل ايه heat water and cook food by curved mirrors which focus sun rays بس ماداش بقى الجملة دي انا بلخص معك ها والـ solar panels تعمل ايه heat water pipes طب الـ indirect معناها ايه الـ indirect معناها change solar energy to electric energy سط شقاز محطة الكريمات اسمها ايه محطة كريمات اسمها كريمات باور ستيشن تمام وبتقول ان الـ solar panel consist of small solar cells تمام والـ electric energy electric energy from sun بتستعمل في ايه الـ street light irrigation equipment solar cell calculator خلصت تمام هاخد شوية notes اول حاجة في النوتس السؤال كده صحة وغلط يخبطك كده في وشك بيقولك ايه temperature of gases increase inside sun and produce light مش فاهم السؤال بيقولك ان درجة حرارة الجازس مين هي الجازس اللي في الصن دي هايدروجين واليوم بيقولك ان هل درجة حرارتهم بتزيد تمام فبيطلعوا light ايوة درجة الحرارة بتزيد طب ايه ده ازاي بتزيد الله مش بيحصل ميوكريا الرياكشن يعني ايه يعني بيحصل انفجار مش احنا اي حاجة نووية معناها انفجار الانفجار ده بيحصل منه ايه light ويت تمام فبيقولك السخونة بيطلع معاها light ايوة 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 خلاص طب اديني تعريف للستار يعني جسم من الغاز ايوة من الغاز وايه يعني ملتهب يعني مولع يعني فيه نار ده تعريف الستار ماشي سؤال تاني او جومنا تانية بيقول لي sun is not solid body زي المون خلي بالك من دي عشان بتيجي صح وغلط كتير ومحش بيعرف حلها بيقولك ان sun مش زي المون مش زي المون المون ده solid body يعني ايه solid body يعني عبارة عن حجارة المون ده حجارة ال sun حجارة لا ال sun ده عبارة عن ستار طب الستار ده عبارة عن ايه جاز فبيقول لك ايه ال sun not solid body because it consists of gases مهمة الجملة دي مهمة مهمة يبقى ال sun ده بيتكون من جاز عشان كده بقول علينا مش solid body تمام بيقول لك ان الانرجي off sun light الانرجي off sun light اسمها radiant energy radiant energy او بسميها radiation الطاقة اللي جاية من النور بتاع الشمس اسمها radiant energy او radiation الطاقة اللي جاية من الشمس اسمها solar energy ده سؤال بيجي على طول complete تمام طب وعلشان بس نخلص من موضوع الجملة اللي فوق دي الجملة اللي فوق بيقول لك ان solar panel بياخد ايه radiant energy of sun يعني ايه radiant energy of sun يعني النور بتاع الشمس ويحاوله electric energy تمام هتقول لي طب يعني ايه يعني معنى كده ان solar cell مش بياخد solar energy بياخد radiant energy حبيبي solar energy وال radiant energy موجودين مع بعض في الشمس تمام يعني مثلا انا مش بافصلهم وابروح استعمل دفعاجة ودفعاجة لأ انا بقول لك ان الشمس طالع منها نور وحرارة هل اقدر افصل النور عن الحرارة لأ هم الاتنين واحد تمام عشان كده بقول لك ان solar energy solar energy اللي هي الصن اللي موجودة الانرجي بتاعت الصن طب والرديانت الريديانت اللي هي الطاقة بتاعت الدوق نفسه بتاعت طب هتقول لي ده غير ده الاتنين واحد تمام بس انا علشان اريح دماغي بسؤال complete ييجي سهل ومعرفش حلو energy off sun light اسمها radiant energy لكن energy from sun اسمها solar energy خلاص الاتنين واحد الاتنين واحد بس انا بقول لك افصل في سؤال complete هتعلم تفصلها سهلا طب يلا نشوف حاجة تانية بيقول لك you feel worms يعني بحس بالدفء بحس بالدفء at night ازاي بتحس بالدفء في الليل ازاي انا في الصيف وجوي بأدافي ايه ده ليه صح يا جماعة وانا بالليل وما فيش شمس بس بحس بحر ازاي وانا في الصيف بالليل بحس بحر ما فيش شمس ازاي في حر هقول لك اصل الشمس في الصبح كانت متخزنة في الارض وفي الهوى وفي المية علشان كده لما ييجي الليل الحرارة المتخزنة تيه بتطلع فانت بتحس بحر عشان كده بقول لك ليه بتحس بالworms at night ليه بتحس بالدفء بالليل هقول لك بيكوز اتموسفير اتموسفير يعني الجو لاند يعني الارض ووتر يعني المية يعني ايه امتصت واحتفظت بالسولار انرجي دي ايه بتطلع فانت بتحس بسخونة خلاص كلام سهل جدا حاجة تانية بيقول لك ان ايوة ما العارف دي عبارة عن امتصت امتصت بتطلع 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 في شكل ايه السولار انرجي لو دخلت في اجهزة بتطلع في شكل اهو بتطلع في شكل هيت انرجي اه يقوم بتطلع في شكل لايت ايوة ايوة ده لايت ازاي يا شيخ يعني انت ناسي العمدان اللي في الشارع العمود اللي في الشارع عبارة عن ايه عمود ماشي ما له بيبقى فيه سولار تمام ياخد السولار انرجي حولها للنور هتلاقي في شوارع كتير كده ماشي يا ام ايه مثلا موشن ايه ده وفي حاجة بتتحرج بالسولار انرجي اه فاكر كريوسيتي اه بس ماشي كان في موشن يبقى قائنتك يبقى لو سألتك قلتلك السولار انرجي 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 ايمبوت جوه السولار بانيلز تمام طب في شكل ايه الكتريستي ايوة الايت انرجي ايوة في العمدان طب هيت انرجي ايوة سرما الانرجي ايوة علشان اسخن اسخن بالسولار بانيل الووتر بايب وايه تاني الموشن اه كريوسيتي كان بياخد سولار بانيل تمام وكان بيتحرك على كوكب المريخ يبقى السؤال ده سهل جدا لو جالك كومبليت احنا بنتناقش في اسئلة بتيجي كومبليت خلاص اظن من كده عملت العلم يبقى علشان اخلص من النوتس دي والموضوع يبقى منتهي سواني كده بس عشان اجيب النوتس من الاول بيسألك صحة وغلط يعني درجة الحرارة بتاعت الجازز بتاعت الهايدروجين والهيليوم جوه السن بتبقى درجتها عالية وبتطلع ايوة علشان فيه ايه دفاعه النووي فيه انفجار بيطلع في الاجابة صح تمام يعني 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 درجة حرارته عالية يعني ملتهب وبيطلع خلاص طب الصن مش ايوة لكن المون خلاص طب الصن مش ليه لان هي تمام الانرجي بتاعت الصن لايت اسمها لكن الانرجي اللي جاية من الصن نفسها اسمها طب ايه الفرق بين الاتنين الاتنين واحد بس بقولك ان النور نفسه طاقة النور اسمها راديانت انرجي او رادياشن لكن طاقة الشمس نفسها اسمها ايه الفرق مفيش فرق ليه بحس بالدفع وانا في الليل في الصيف كده في جو حر بالليل ليه طالما الشمس غابت علشان مالها في حد المتصها مين والووتر اهو بكوز الاتموسفير واللند والووتر تمام السولر هي في جهاز اسمه السولر بانيل السولر بانيل ده بيدخل لسولر طب يتحول ايه ايه الانرجي اوتبوت الكتريستي ايوة الكتريستي اصلا انا بستعمله في اصلا بستعمله في عمود النور تمام اللايت اه اللايت ما عندك كمان عمود النور بيطلع نور. تمام? فانا بستعمل الهيت. اه الهيت. ما انت لما بتستعمل جهاز بشكل مستمر بيطلع سخونة. الموشن ايوة. كينتك انرجي. ايوة كريوسيتي. علشان يتحرك في المريخ في المارس. كان بيستعمل الهيت. انا عدت معك وجمعت لك كل حاجة. خلصت الصن. خد رست كده. وتعال لي تاني علشان ندخل على الووتر. تعال نشوف كده الووتر. بتقول ايه الووتر? بيقول لي ايه? انا هجيب دلوقتي كهرباء من الووتر. يا راجل طب ما سهل. اه. تعالى كده تعالى. فاكر في اول كونسب. بلاش فاكر. كانت الووتر بتنزل ازاي في الشلالات? الشلال كان ينزل من فوق لتحت. فانا باخد ايه? القينتك انرجي دي. علشان اخلي ايه? التربينز. التربينز تلف. 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 فالقينتك انرجي تاعت التربينز ادخلها جوه جهاز اسمه جنريتور او دينامو. يحول القينتك انرجي لالكترك انرجي. ثم هو ده الكلام. الدرس بيعد نفسه. تعال بص ازاي اعمل جنريشن اوف الكتريستي من الووتر. الووتر فول لهو. الشلالات. ما لها? ببساطة. بيقولك ان الووتر لما تنزل من فوق لتحت. يبقى بتنزل من الووتر اللي من فوق هتنزل لتحت. يبقى الانرجي اللي فوق اسمها ايه? potential energy. والانرجي اللي تحت اسمها ايه? قينتك انرجي. مش صح? لما بتيجي تنزل من فوق لتحت يبقى ال potential energy بيحصل ايه? ال potential energy تقل والقيينتك انرجي تزيد. الكلام ده انا اخدته زمان. خالص. في الايه? في الكورة. فاكر الكورة اللي كانت من فوق علشان تقع. بيحصل ايه? ال potential energy. بتبقى عالية. بس ال potential energy بتبقى قليلة. اول ما بتنزل لتحت ال potential energy. تقل والقيينتك انرجي تزيد. فاكر الكلام ده. نفس الفكرة عن مية. تمام? بيقول ان ال flowing water. flowing water اللي هي المية اللي هتقع دلوقتي. تمام? هاز. بوتنشيا energy. اسم ال potential energy اسمها gravitation potential energy. يعني gravitation potential energy يعني potential energy سببها الجرافتي. ايه هي الجرافتي اللي هي الجزبية الارضية. كلام مسهل من منه ما فيش خنات بالاول. تمام? when water move from above to bottom. لما المية تتحرك من فوق لتحت. from up to down. يحصل ايه? ال potential energy تتحول ل كينتك انرجي. طب الكينتك انرجي اعمل بيها ايه? تيرن تيربينز. والتيربينز. التيربينز هنا ايه? هتحول الكينتك انرجي ليه? ازاي? قال لك الكينتك انرجي بتاعتها? تروح رميها في جهاز اسمه دينامو. اهو? elektric energy is generated. والالكتريك انرجي اسمه هايدرو الالكتريك انرجي. لعب عيال اللي بتتحكوا في ده جامعة. لعب عيال بقى. اولها تاني. يبقى انا ازاي بحول? ازاي بطلع الكريست من الووتر اول حاجة? في الووتر فولز في الشلالات. الفلوينج ووتر اسمها potential energy اسمها gravitational potential energy. ولما الووتر move from up to down gravitational potential change to kainتك. والكينتك بتعمل ايه? تيرن تيربينز. والتيربينز خلاص بقى من غير تفاصيل. انترن تيربينز. خلاص بقى electric energy is generated. واسمها hydroelectric energy. خلاص? يلا نشوف غيره. قالك كمان الدامز. فاكر الدامز. السدود. ما الدامز? احكي لك. بيقولك الدام بيعمل بلد قب للووتر. يعني ايه بلد قب? يعني يحجز ووتر. فاكر كلمة capture. يعني يحبس او يحجز. هي بلد قب دي. بيقولك الدام بيحجز مية. ولما يحجز مية. الطاقة المختزنة او جوه الووتر اسمها ايه? مالها على كل ما يحجز مية اكتر كل ما بتزيد. تمام? واول ما يعني ايه يعني تتحرر. يعني الدام يتفتح. السد يفتح. تمام? المية تتحرر. يعني تتحرر. تمام? يعني تتحرك بهاي كاينتك انرجي علشان تخلي الايه تيربين يلف. خلاص? يبقى انا في الدام ده بيعمل ايه? يروح يحجز مية. كل ما بتحجز اكتر تتحجز ايه اكتر. طب الطاقة المحجوزة او مخزونة جوه المية اسمها بوتينشال انرجي. طب واول ما روح فاتح الدام الفتحات الدام دي او ما تفتح. ايوه? تفتح. يبقى فيه هاي بوتينشال انرجي تتحول لهاي كاينتك انرجي. الهاي كاينتك تشغل التيربينز. تمام? بس. يبقى انا عندي فرق. فحاكتين. في حالة الووتر فول المية بتعمل ايه? تنزل من فوق لتحت. يعني ايه? وين ووتر موفروم اب تو داون? جرافيتشنال وتنشال انرجي تشنج تو كايينتك ايه. تشنج تو ك parchيناتك انرجي تو تير؟ تو؟ طب و عندك الدام الدام بيقول لك الدام beعمل ايه? بلد اب وتر وز ز هاي بوتينشال انرجي ان دوين ووتر ريليزد يعني ريليزد تتتحرر هاي بوتينشال انرجي بروديوزد وتش تيرن ايه التيربينز تو بس في بص هقولك على حاجة تعال معايا كده علشان نفهم ايه قصة الوتر تربينز احنا عندنا عايزين نعمل تربين هو تربينت عبارة عن ايه عبارة عن مروح استنى نفتح كده عشان نفهم التربين ده عبارة عن مروح كان شبه الووتر ميل اللي كانت في كونسبت وان فتعالي نعمل المروح دي في تجربة حاضر قال لك جيب لك ورقة استنى استنى جيبنا ورقة قال لك الورقة دي ماشي هتعمل ايه هنقسمها هنقسمها كده بص ماشي وبعدين طبقها طبق طبقها في بعضها تمام بقيت شكل مسلس كده الورقة تمام وبعدين بص اعمل كزا واحدة عملنا كزا واحدة ماشي وبعدين قال لك هتنصمار تمام جيبنا المصمار ماله قال لك حط الورقة المتطبق ده في بعضه يعني هنا دخلوا بصك ازاي مسلس تاني يبقى انت عندك المصمار كده وطالع منه كزا مسلس وورقة متطبق خلاص يبقى انت عندك كده المصمار طالع منه ايه مدخلين فيه كزا مسلس ماشي ايه ده انت عملت تربين بورق خلاص انا مش هقرأ الاكسبرامنت علشان تقيلة بس انت افهمها انت مش عليك انك تحفظ اكسبرامنت لكن انت ايه مطلوب انك تعرف التفاصيل اللي جاية الاسئلة اللي على الموضوع ده طب ماشي انا عملت تربين وماله قال لك التربين ده تمام اللي هو في شكل الورقة ده تمام او في شكل المروحة اللي احنا عملناها تمام حطه في حض مية احنا دلوقتي ده وطر تربين فده هيشتغل بمية تمام وبعدين قال لك جيب كباية جبت كباية ملتها مية ملتها مية كب من فوق بقى كب فبقول كل ما بتكب مية قال لك المروحة تلف 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 تمام طب وبعدين ده التربين وقف اعمل ايه قال لك امسك الكباية نزلها تحت هتلينا مية من من الحوض او من 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 الحوض المية ده تمام انزل هت مية وكب من فوق تاني اهو يبقى انا عملت ايه عملت جبت حوض مية وجبت المروحة اللي هي الووتر تربين ماشي اروح املى مية واطلع اكب تمام فاتلف هتلف تمام تاني انزل انزل هات مية املى مية يلا كب المية من فوق وهكزا يفضل يلف 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 ايه رأياتي مش دارين يواب والانرجي او طبعا لان انا بعمل ايه بروح انزل املى مية واطلع اخليها ايه اه اروح اسب المية او ايه اخلي المية على طول تحرك لي المروحة دي او التربين ده تمام بس ادي كل فكرة التجربة علشان ايه او الاكسبرامنت علشان محدش يقرى كتير بص كده بص الصورة الله ده كده انا وضحت معايا بص قدين انا رحت عملتها في الاول تمام وبعدين جبنا المية صبناها كده فاتلف تلف المروحة دي خلصة المية من الكوباية اروح اعمل ايه انزل او انزل اجيب وراح ايه اصب مية تاني على التربين وهكذا تمام طب ايه لو انزل فيش انو كونكلوجين بقى اللي نحفظه في الموضوع ده بيقولك ان المروحة الورق اللي انت عملتها اللي هي تشبه التربين ده اسمها ايه بنويل بنويل يعني مروحة ورقية ماشي مروحة ورقية وبيسموها كمان بيبرفان البيبرفان او البنويل البنويل يعني ايه المروحة الورقية ريبرزنت يعني تمثل التربين تمام الوطر اللي في الكوب الوطر اللي موجود في الكوباية ده هو عبارة عن ايه مية بتتكب من فوق تنزل على المروحة دي فالمية اللي تتكب من فوق دي انرجي اسمها ايه بالانرجي اللي جايه من فوق اسمها بالانرجي والانرجي والبنتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي علشان ايه تحرك البنويل. البنويل اللي هو التربين. تمام. فبيقول لك ايه? مطلوب من الكب ده ان هو ينزل يجيب مية من تحت ويطلع فوق علشان تتكب على البنويل. مطلوب منه انه يبقى باستمرار يجيب لنا مية من تحت. اهو. بصي قولك ايه? الووتر انكبر بريزنت وتنشي الانرجي. والبوتنشي الانرجي دي مطلوب منها تجيب مية من تحت تجيب مية من ايه? من قاع الحوض. المطلوب انه يجيب مية من قاع الحوض علشان يتكب علشان يستمر دوران البنويل. تمام? طب هتقول لي ده نحفظ ايه في الموضوع ده? هتحفظ لي ان البنويل وتحفظ ان الووتر انكب تمام? بس كده. ماشي? هاو كان وي ديفلوب البنويل. ايه السؤال ده? ازاي نطور من البنويل? كيف نطور من البنويل? ببساطة. التجربة كانت بتقول ان انا بصنع التربين او البنويل من ورقة. كنت بجيب الورقة? ماشي وراح اطبقها عشان تبقى شكل ايه? مسلس. تمام? قالك لا ما تجيبش ورقة المرة دي. هات بلاستيك. ليه? لان انت كل ما هتفضل تكب مية على اه الورقة. الورقة هيتقطع يا جماعة الورقة هيدوب في المية. هيتقطع. فاحنا عايزين ايه? نطور من البنويل اللي قدامنا دي اللي هي معمولة من الورقة. ببدلها ببلاستيك. فبيقولك ريبليس بيبر بنويل باي بلاستيك بنويل. ليه? علشان يقاوم المية. لان كل ما الورقة بيتبالي كتير الورقة يتقطع. ده سؤال على التجربة. طب سؤال تاني. ديسكرايب هاو يو يعني ايه? ازاي انت بتغير ماشي من التجربة بتاعتك علشان تشتغل برنيوبول انرجي. يعني ايه? يعني ازاي التجربة اللي قدامك دي شغالة برنيوبول انرجي. ازاي? ازاي شغالة برنيوبول? ازاي شغالة باستمرار? سهلة. اقول له ايه? ان انا جبت كوباية. الكوباية لما خلصت منها المية. نزلت في المية بتاعت الحوض. جبت مية. رح تصبتها على البنويل من تاني. عشان كده بيقولك انا اشتغلت بشكل رنيوبول شكل كونتني وشكل متجدد. تمام? اهو بص ان انا ترانسفير ووتر فروم بوتون. ان انا جبت مية من البن من الحوض. ايه? على فوق. علشان اصبها على البنويل. خلاص? افهم السؤال. طيب. انا هعيد الاسئلة تاني بس ايه? هم نقرأ مع بعض? ومنشرح وهقرأ السؤال تاني. هاو شو ديور سوليوشن فور بروفايدنج راديو مابل ريسورس? يعني ازاي كان الحل بتاعك لضمان مصدر مستمر? يعني ازاي الطريقة انك انت بتجيب مية وتكوبها من فوق دي? ازاي? يعني ايه ميمك? تشبه ازاي الطريقة بتاعتك دي? تشبه ما يحدث على ارض الواقع. ارس مش معناها كوكب الارض ارس معناها على ارض الواقع. تاني. يعني انت دلوقتي ايه? غيرت من الشغل بتاعك انت كان عندك ايه? كان عندك حض مية كوباية فيها مية صبتها والموضوع انتهى. فالبنويل لفت. تمام? فبيقولك انت غيرت من الشغل بتاعك ازاي? بحس ان ال دي تفضل البنويل دي تفضل تلف. فببساطة رحت عملت ايه? نزلت بالكوباية بتاعتي ملت مية. ملت مية وراحت ايه صبتها. فده كان شكل ايه? رينيوابول. فبيقولك ازاي كلام ده حصل فعلا في الواقع? لا ده الكلام ده حصل في الواقع فعلا. طب ازاي? اشرح لك علشان الكلام كتير وكلام جديد. ازاي? هل فعلا ربنا عامل الكلام ده على ارض الواقع? هل ربنا اخد من مية المية بتاعة تمام? اخدها رفعها فوق وكبها تاني علشان الووتر ملز او الووتر تيربينز ازاي? ازاي? قالك انت عندك ايه? شلال. شلال. تمام? ده النبع بتاع الشلال والمية ماشية ماشية ماشية. وبعد كده تنزل تنزل تنزل. تمام? فلما بتنزل الايه? الانرجي اللي فوق تتحول لكيناتك انرجي تحت. والكيناتك انرجي تحت مستنيها من الووتر تيربينز علشان ايه? تقعد تلف. وتتحول لكيناتك انرجي. تمام? فهو ربنا ازاي بيجيب لنا بقى مية من فوق? ببساطة. هي المية يا ترى بترجع تاني. تمام? ادي الشلال بينزل لتحت. ده حركات بلعة المية. طب هل ربنا بيرجع مسلا المية للنبع بتاعها? لا ما ينفعش ما بيحصلش كده او ما بيعمل ايه? قالك المية اللي بتبقى من تحت دي. تمام? قالك بيعمل ايه? بيبخرها. بيبخرها. بتتبخر ازاي? اه درجة الحرارة عالية. ماشي? المية بتتبخر بدرجات الحرارة العالية. ولما بتتبخر لفوق يحصل يحصل بعد كده تجمع للمية اللي هي الفيبر الووتر فيبر بيتجمع لفوق ده. في شكل ايه? كلاود. بشكل كلاود. يعني بشكل غيوم. طويل غيوم دي يا جماعة عملها سواني. الغيوم منها بتتجمع. فبيحصل حاجة اسمها كوندنسيشن. يعني ايه كوندنسيشن? كوندنسيشن. كوندنسيشن يعني تجمع المية اللي هي متبخرة دي في شكل كلاود. يبقى التجمع ده في شكل كلاود اسمه كوندنسيشن. خلاص? طب و لما تتجمع قالك لما يحصل تجمع للك كلاود كده هتروح تنزل المطر. فالمطر يروح ينزل ايه? يتحرك تاني من فوق لتحت علشان ايه? يلفف التربينز تاني. هقول المطوع تاني. وربنا ازاي? بيجيب مية من. احنا عندنا ايه? الشلال بيتحرك ينزل يلف في التربين. تمام? طب ازاي ربنا بيجيب مية من لفوق تاني. قالك ايه? بيعمل يعني ايه 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 كوندنسيشن. معناها ان المية تتحول لفيبر او transparency يعني تتحول لبخار. وتطلع في السماء وتتجمع في شكل كلاود. لما تطلع في السماء وتتجمع في شكل كلاود اسمها كندنسيشن كندنسيش يعني تجمع المية اللي هي الووتر فيبر في شكل كلاود والكون دنسيشن الكون دنسيشن ده بعديه بيحصل ايه رينينج رينينج يعني مطرة فالمطرة لما بتنزل بتنزل فين من فوق فيروح ايه تتحرك نفس حركة الووتر فولز من تاني اه يعني كده احنا معنا كلامنا ان الكلام اللي كان بيحصل في التجربة هنا ان المية نجيبها من تحت ونطلعها فوق حصلت في ارض الواقع ان احنا جيبنا ووتر فيبر اتجمعت في شكل كلاود ونزلت في شكل مطرة خلاص تعالي هنقرأ بقى الباقي الكلام بتاع السؤال السؤال بي بقول ان ميسو ليوشا ميسو ليوشا ان انا جبت اه يعني كوباية ملتها مية من تحت وكبتها من فوق ميميكس وات هابت اون ايرس تشبه ما حدث في الواقع تمام ازاي هقوله بيكوز ان رياليتي ووتر بيلد اوب بيهايند دامز يعني المية ماشي المية اللي كانت في الدام او في الووتر فول مالها بتتحرك يا ايما تنزل لتحت يا ايما بتتحجز جوه في الدام تمام تو جنريت الكتريستي تمام نوتر تلو اتسي سورس انا بقى طالب منك ايه بقى طالب منك بتحفظش الكلام ده كله طالب في اول جملة ان المية مش بترجع للمنبع بتاعها طب بيحصل لها ايه ما متحفظش ده متحفظش ده اكتب كده ووتر نوتر تلو اتسي سورس امعا بيحصل لها ايه ايه طب يعني ايه يعني تتحول لبخار وتطلع فوق في السماء طب كوندنسيت يعني تتحول لكلاودس اهو كوندنسيت انفورم اوف كلاودس اند ايه رين ماشي اند ريتيرن تو ريفر انفورم اوف رين يعني رين تو ريتيرن اوف ريفر تو ريتيرن تو ريفر يبقى انا عشان اسهل عليك الاجابة الكبيرة دي بتقول كده ووتر ماشي ووتر نوت ريتيرن تو اتسي سورس طب بيحصل لها ايه مش بترجع للمنبع بتاعها امار بيحصل لها ايه ووتر ايفا بوريت كوندنسيت اند رين ماشي بعد رين تقول ايه تو ريتيرن تو ريفر عشان ترجع للريفر تاني بلاش بقى التفاصيل دي خلاص يبقى انا كده ايه سهلت عليك شوية يلا بقى نعيد الكلام اللي احنا حكينا ده تاني عشان كلام كتير ايه الاسئلة اللي على التجربة التجربة بكل بساطة ان انا عملت الوتر تربين عملته ازاي يا سيدة ما تحفظش عملته ازاي تمام وكنت جاي بكباية مية كبت او صبيت المية على التربين فالتربين او البنويل البنويل اللي هي المروحة الورق دي لفت طب انا اعمل ايه ده كده المروحة دي بطلت طب احنا طالما ما فيش كينتك انرجي وما فيش حركة مش هجيب بشكل مستمر فقال لك يا عم هات الكباية دي املاها مية وراح تصبها تاني بقى من فوق تمام بس ادي كل الموضوع فبيسألني البنويل المروحة الورق دي بتمثل ايه او تشبه ايه تشبه الايه التربين تمام تشبه التربين وقلنا ان الوتر انقب بتشبه ايه تشبه البوتنشال انرجي صح كده تمام وهي بتجيب المية منين الكباية بتجيب مية من البوتوم اوف بن تمام بس السؤال هنا بيقولي ها كان ويديفلوبزا بنويل ازاي بنويل نفسها بنطور منها قلتلك بنغير الورق ببلاستيك طب ازاي بنغير من الموديل بتاعنا او من التجربة بتاعتنا عشان نشتغل او نشتغل بشكل مستمر ان انا اجيب الكباية اللي خلصت من المية انزل جوه الحوت او البن انزل جوه البن املا مية وصفها تاني اهو تمام طب ازاي الحل بتاعك الحل بتاعك اللي انت عملته في السؤال اللي فات يشبه ما حدث على الواقع هتقوله بكل بساطة هتقوله ان ايه ان الووتر عملت ايه مش بترجع للمنبع بتاعها لكن هي بتتبخر يعني ايه تمام ايه تمام يعني ايه يعني تتجمع في شكل كلاوتس ماشي تمام بس كده انا خلصت تعالى ندخل على الويند يلا خد راستك كده حكنا كتير يلا خد راستك وارجع لي تاني عشان نتكلم عن الويند نرجع تاني ازاي بعمل ايه بجيب الكتريستي من الويند ببساطة الويند ده فيها ايه فيها تيربينز برضو ايه ده هو انا علشان اجيب الكتريستي من الويند بس تعمل تيربين اه اللي كان الووتر تيربين كان بتحركها ايه المية سواء مية نزلة من فوق لتحت يعني من بوتنشيال ليه آآ في الووترفول يقيم مية تتحجز جوه دام دام يعني مبنى كبير كده والمية تتحجز فالبوتنشيال انرجي هتتحول لكينتك انرجي لما الدام ده يتفتح فالكينتك اول ما تتطلع من الدام تحرك التيربين فتديني خلاص ده كانت الووتر طب هنا الاختلاف ايه ولا حاجة اسهل بكتير ايه ده سهل ازاي انت بتجيب لي التربين انت بتجيب لي التربين تمام وحطه لي في مكان يكون في ايه ارياح كتيرة في ويند كتير علشان المروحة دي او التربين ده يلف كتير كده ويحول الكينتك انرجي من خلال الايه الدناماء او الجينريتور تمام طيب ده الكلام سهل جد اهه يلا ستيبس اوف ستيبس اوف جينريتوريستي فروم ويند قال لك انا عندي محطة بتحول او بتطلع من الويند اسمها ايه زعفرانة باورستيشن ايه ده او انا اخدت اكزامبل قبل كده كان فيه واحد اسمه كرايمات كرايمات باورستيشن ده كان بيحول الايه لايه السولر انرجي اللي جاية اللي دخلة في السولر بنل الالكتريك انرجي امت ده بيعمل ايه ده بيحول الكينتك انرجي اللي في الويند تيربينز ليه ايه الالكتريك انرجي خلاص يبقى في فرق بين زعفرانة وكرايمات تمام عشان ما ننسهاش ماشي تعال نشوف كده الطريقة الطريقة بمنتهى البساطة اسمع لانه كلام جديد جدا بيقول لك ايه بيقول لك عندك الشمس ما لها الشمس بتسخن الارض بتسخن الارض عارف بتطلع هيت ولايت واللايت ده بيسخن الارض قال لك لما تيجي تسخن الارض بص كده كوكب الارض عندي تمام ما له كوكب الارض تعال ندخل جواه دخلنا جوا الارض عندي الارض اهي بتاعتي تمام وعندي الجو بتاعي وعندي الشمس اهيه ماشي سخن الارض تمام الجو ده عبارة عن ايه عبارة عن هوا مال الهوا اهو 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 ادي الهوا قالك لما تيجي تروح تسخن فيه جزء فيه طبقات من الهوا تتسخن اللي هي طبقات الهوا اللي هي بتبقى قريبة من الشمس وريني انا عندي هوا هوا كتير اهو وعندي الشمس جاي من فوق فطبقة الهوا اللي قريبة من الشمس دي تسخن تمام طب وبعد ما تسخن تمام قالك هتبتدي ايه? تتحرك. تتحرك الزقلة وتتحرك لفوق. تقرب شوية لفوق. فيطلع مكانها مين? طبقة الهوى اللي من تحت دي بتبقى ابرد شوية. الكلام اللي انا بحكيه مش عليك بس عشان تبقى فاهم. طبقة الهوى دي هتبرد. هتبرد. اه. طب يلا. نشوف كده. يطلع الهوى. تمام? يسخن. اه. يلا. فيطلع لفوق. اه. وهكزا. وهكزا. ايه اللي بيحصل? الهوى عمارة يتحرك يا جماعة. الهوى عمارة يتحرك. تمام? طب الهوى اللي عمارة يتحرك ده مش بيعمل لي وانت. مش بيعمل لي رياح. اه بيعمل لي رياح. يبقى انا كده فهمت الموضوع. يبقى انا كل الفكرة ان انا بعمل ايه? الشمس طول ما هي بتسخن بتحرك لي الهوى. اه. ولما الهوى بيتحرك بتطلع اهو بص. sun warm airs. لما بتسخن الارض. قالك ال air become warm. تمام? تمام. طب ازاي? يلا. عندي? عندي الصن. لما تيكي تسخن الهوى يتحرك. 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 تمام? يلا. لما حركت الهوى. it move. تمام? and its speed increase. طلعت الويند. يبقى تاني كده عشان تبقى فاهم. sun warm airs. تمام? هتسخن كوكب الارض. طب كوكب الارض لما بيسخن بيسخن معايا الهوى. طب لما الهوى بيسخن بيحصل ايه? هيتدي يتحرك. 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 بس ادي كل الموضوع. يبقى وين sun warm airs. air become warm and move. and its speed increase. ولما السبيد بتاعته بتزيد تطلع الويند. الويند بتعمل ايه? تيرد. زا بليدز اوف ويند ميلز. بتحرك الويند ميلز. ماشي بليدز اللي هي ايه? اللي هي الدراعات بتاعت التربين او الطواحين الهوائية. ويند ميلز او الويند تيربينز. تروح تخليها تلف. طب والكينيتك انرجي بتاعت الويند ميلز تتحرك تتغير بقى ايه? ايه? الكترك انرجي. يبقى دي الطريقة بتاعت تحويل الكينيتك انرجي الالكترك انرجي بسبب الويند. الصن warm airs. and air become warm and it move and its speed increase. الويند تيرن زا ويند ميلز ما تبقى لاش كلمة بليدز ايه تيرن ويند ميلز. تمام? وكينيتك انرجي ان ويند ميلز تشنجي توالكترك انرجي. خلصنا. تمام? يبقى ايه اللي بيحرك? ايه اللي بيطلع الويند? مين السبب بتاع الويند? الصن? السولر انرجي يا جماعة. صح? السولر انرجي هي اللي بتطلع الويند. ازاي? لانها عشان بتدفي الهوى. وطالما بتدفي الهوى? الهوى بيتحرك. خلاص? عشان ده سؤال بيجي ممنع رشي نحله. بص. انرجي تشينج جايبها لك. فيها التفاصيل. بص. الصن او الريديانت انرجي. تمام? هنقول الريديانت انرجي. سولر انرجي مش غلط. مش غلط. تمام? الريديانت انرجي بيسميها كينيتك انرجي. كده. هي الريديانت انرجي. شكل من اشكال من الكينيتك انرجي. ايوة. مش الريديانت انرجي دي. عبارة عن ويفز. ما الريديانت ده عبارة عن ايه? لايت. ماشي? واللايت ده ايه? ويفز. ويفز دي بتتحرك من الصن للايرس. ولما توصل لما بتتحرك من الصن للايرس ده اسمه ايه? حركة اسمه كينيتك. تمام? يبقى الصن بتطلع ريديانت انرجي. تمام? هتوصل لايه? للايرس. تمام? هتسخن هوى وهوى بارد وهوى ساخن يعودوا يتحركوا بقى. فبيقولك بتعمل ايه الصن? بتعمل ديفرنس ان تنبريتشارز. بص. بص. ديفرنس ان تنبريتشار. طب الهوت اير وكول دي اير. لما يفضل بقى الهوى يسخن يسخن بيعمل ايه? هيعمل ويند. تمام? الويند ده هيعمل ايه? تحريك ليه? التربين اللي عندك ده. تمام? التحريك ده هيعمل ايه? والليكتريك انرجي. والليكتريك انرجي شاخل الاجهزة. تعال نقراها تاني. بص الصن او الريديانت انرجي. تمام? هيعمل ديفرنس ان تنبريتشار. خط اير وكول دي اير. طب ما فيه تسخين يبقى في زر مقسر ما الانرجي. طيب. هيطلع ويند. الويند ده. يدخل ايه? يدخل على عشان يحركوا. فدي اسمها يعني ميكانيكا الانرجي. ده شكل من الاشكال. تمام? هيدخل على الايه? الالكتريك لاين. الالكتريك لاين اللي هي خطوط الكهرباء او الاسلاك الكهربائية. دي بتطلع في كهرباء. هتدخل على مثلا بريد توستر اللي هو ايه? المحمصة بتاعت العيش. تمام? دي سرمة الانرجي. وده كايناتك اللي بيسخن العيش اللي توستر ده. تمام? بس ايه يكون الفكرة بتاعت الانرجي تشين. يبقى انا لو قلتلك انا هاجب لك مسلا الرسمة دي مسلا او هاجب لك الكلام اللي تحت وقل لك كمله. او هقول لك اكتب هنا كل انرجي دي ايه? هنا دي هنا دي عبارة عن ايه? لان حصل تسخين للهوى. هنا دي باين على ان هي ايه? او كايناتك انرجي. تمام? بس بتكتبش كايناتك لان دول كلهم اشكال كايناتك. اكتب بس ان ده ميكانيكا الانرجي. وده الكتريك انرجي وده سرمة الانرجي. لان الكهرباء خلت الجهاز ده سخن العيش. فالانبوت بتاعت الجهاز ده الكتريك والاوتو بتاعته سرمة. خلاص. فهمنا الانرجي تشين اللي هنا دي. وكلهم طبعا قايناتك. ماشي? تعال نحل شوية اسئلة. بيقول لي. احنا دلوقتي بس 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 بس. ايه? الويند تيربين ده طلع انرجي اسمها ايه? اكيد الكتريك طبعا. تمام. طب الالكتريك انرجي دي بيحصل لها ايه? بيقول لك ان الالكتريك او الطيار الكهربائي بيروح للباور بلانت. يعني ايه? يعني الطيار الكهربائي بيخش على محط التوريد الطاقة. طب بيعمل ايه بقى? لا ده بقى موضوع كبير. ازاي اخد كهرباء? تمام? اضخمها. يعني اضخمها يعني يجيلي الطيار الكهرباء بسيط من الويند تيربين يتحول الالكتريك انرجي تبقى اكبر. بكبر الانرجي. ازاي ما فيش تفاصيل? علشان ما ادخلكش في موضوع كبيرة. كل الموضوع ان انا بدخلها فين? في محطات توليد الكهرباء. تمام? ليه? علشان محطات توليد الكهرباء توزع الكهرباء على البيوت وعلى الاجهزة وعلى الشركات وهكذا. خلاص? يبقى ايه اللي بيحصل الانرجي ريزولتت فروم ويند تيربينز هي ايه? اصلا الانرجي ريزولتت فروم ويند تيربينز الالكتريك انرجي. هتقول له ان الالكتريك انرجي ترانسفير تو باور بلانت او الالكتريك كارنط. طيب. في سؤال هنا? السؤال ده مهم جدا. بيقول ايه? سواء. يعني ايه? يعني ما هي العوامل اللي بتأثر على تحولات وانتقال الطاقة في التيربين? يعني ايه الحاجات اللي بتخلي اه التيربين? التيربين انرجي. تمام? فبيقول لك ايه? ايه اللي بيأثر على حركة التيربين? او تحولات الانرجي في التيربين? تمام? ايه الحاجات اللي بتأثر على التيربين? او ايه الحاجة اللي تخلي التيربين ده يشتغل آآ بشكل افضل? يقول لك ما الشروط المطلوبة? يعني ايه اللي يخلي التيربين يشتغل بكفاءة عالية? خلاص? ايه اللي يخلي التيربين يشتغل بكفاءة عالية? ايه الحاجة اللي بتأثر على الانرجي تشينجز او انرجي كونفيرجنز في التيربين حاجتين? المكان اللي بيتحط فيه التيربين? لو التيربين اتحط في مكان فيه رياح شديدة يشتغل حلوة قوي ويطلع للكتريك انرجي كتير ولو تحط في مكان كله مباني لا ما يشتغلش ويفضل زي ما هو ولا يلف ولا يطلع اه عشان كده اول نقطة بتقول ايه مناطق كسيرة الرياح ماشي زي ايه قال لك يعني اعلى التلال اماكن كده اه ما فيهاش مباني فيقول لك ان حطه لما حطه اعلى التلال يبقى فيه رياح كتير علشان تجيه لف بقى بشكل افضل ويطلع على الالكترك انرجي كتير لكن ما تحطه ريش فين فين ان ريزدنشيال ريجونز يعني ايه مناطق سكنية تمام يبقى احنا بيقول لك ايه اول حاجة تربين شود بي ان ويندي ريجون ويندي ريجون زي الابوف هيلز نوت ان ريزدنشيال ريجونز تاني نقطة ان البليدز بتاعت التربين لازم يكون لها مواصفات معينة ايه ده علشان يلف بشكل اسرع لازم يكون لي مواصفات معينة ايوة اول حاجة لازم يكون لونج بيقول لك طول ما البليد طول ما البليد بتاعت التربين اطول يلف افضل جدا يلف اسرع وبالتالي بقى يلا هيبقى حلوة جدا. لما يلف اسرع تمام خلاص بقى هيجيب لي الا الكترك انرجية اعلى لازم يكون يعني ايه لايت يعني خفيف لكن انت لو جبت ااا ادراعات بتاعت الويند تربين تقيلة شوية هوا مش هيلففوه ويفضل مكانه ولازم استنى هzewا تقيل جدا وهو حريح شديد جدا علشان تلففه ايه ده. طب دا كده إحنا ما استفدناش حاجة. لان عايز حاجة تبقى خفيفة علشان شوية هوا يلففه جامد. يبقى لازم يكون لازم يكون لازم يكون لازم يعني ايه? يعني عدد الدراعات بتاعته قليلة تمام؟ ليه عدد الدراعات بتاعته قليلة? علشان طول ما عدد الدراعات بتاعته قليلة التربين نفسه بيكون خفيف. تمام? ولما بيكون خفيف يلف على شوية هوا بوساط. وانا عايزه يلف. انا عايزه يلف اسرع. عشان يجيب اللي كنانجي افضل. تمام? حاجة تانية. ايه تاني? يبقى كيرفد. كيرفد. تمام? يعني ايه كيرفد? بصوا كده. شايف دي ايه? دي اسمها اللي هي الدرعات. بص احنا عايزين نتنيها. يعني دي بقى شكلها كده. قال لك كل ما تبقى متنية. تمام? وتلف هتلف اسرع. اه. هتلف اسرع. دول ما هتبقى ما قدمتنية. يبقى انا عندي كده شوية موصفات. في البليدز تخليه لف اسرع. تخلي التيربيني لف اسرع. هو ليه ده ما بيلف اسرع بيطلع الكترك انرجي? اسرع. ببساطة. كل ما بتاعت الدوران بتاعه تزيد اكتر كينيتك انرجي اكتر. وانا سمعت الكلام ده فين? في الكوليجن. فاكري ما كنت بقول لك لما الاسبيد مور. يبقى الكينيتك انرجي مور. طب الكينيتك انرجي لما تزيد. هتتحول لإيه? لالكترك انرجي كتيرة. يبقى لونج لايت كيرفد فيو. لونج لايت كل ما تبقى اطول تلف اسرع. لايت كل ما تبقى خف تلف اسرع. كيرفد. كل ما تبقى متنية تمام? تلف اسرع. فيو يعني كل ما يبقى عددها اقل تلف اسرع. خلاص عارفنا السؤال ده. يبقى ايه? الحاجات اللي تعلي من كفاءة الشغل بتاع التربين? انه يكون في مكان شديد الرياح ويندي بلايس. وان البلايدز تكون لونج ولايت وفيو و كيرفد. نشوف سؤال تاني. ويتش تربين عندي اتنين تربين هنا يا جماعة. ويتش تربين وان او تو وورك وز دا وان. وده تو. فبيقول لي وورك وز هاير افشنسي اند هواي. مينش غالب افشنسي اعلى? اكيد طبعا ده. ليه? لان ده فيه تلات دراعات. فيه سري بلايدز. لكن ده في كام? ده فيه ست دراعات. فيه سكس بلايدز. تمام? واحنا قلنا ان التربين وورك وز هاي افشنسي وز ايه? لس نومبر او فيو نومبر ان بلايدز. اهو. اللي اجابة هي. تربين نومبر وان هو اللي بيشتغل افضل. ليه? بيكوز تربين وورك وز هاي افشنسي وز فيو نومبر اوف بلايدز. خلاص. فيه شوية مقارنات كده في الويند ميلز. بص. زمان. السورة اللي قدامك. السورتين اللي قدامك دول. قال لك دول الشكلين بتوع الويند ميلز. ده الويند ميل. وده الريسنت ويند ميل. ريسنت يعني حديث. تمام? طيب. بيقولك ايه? الويند ميل ده انت شايف ايه? حتى في الصورة كده انت شايف ايه? انا شايف ان ده اكتر في عدد البليدز. في عدد الادراعات بتاعته. لكن ده قال انا شايف تلاتة. اوه. تمام. يبقى يبقى الفرق ما بينهم انا شايف ان هو ايه? ان الويند ميل اكتر في العدد. تمام? حلو. طب تقدر تقولي تشابه بين الاتنين? اه طبعا. سهل جدا. اول حاجة انه بيتكون من بليدز. الفرق بين الويند والريسنت ايه التشابه اللي بينهم? ان فيهم بليدز. ان فيهم بليدز اصلا. مع الويند ميل في العموم. التشابه بينهم في ايه? او هو اصلا بيشتغلش في الجراعات. تمام? ان الاتنين بيشتغلوه بالويند. اه? تمام? ان الاتنين مش هشتغلوه من غير ويند. ماشي. ان الاتنين يقولك اه اه تبانهم رخيص. ان الاتنين متحين. يعني ممكن تقدر تشتريهم طبعا بس اصعار غالية بس هتلاقيهم متوفرين. خلاص? تعالا نشوف كده التشابه بين الويند ميل والريسنت ويند ميل. ولما اقولك كلمة الريسنت ويند ميل يبقى هو مقصود التربين. زمان ما كانش بيسموها تربين كانوا بيسموها طواحين هوا. كانوا بيسموها ويند ميلز عادي كده. لكن لما غيرناها واستعملناها في الالكتريستي ونسميها تربين. ايه ده الالكتريستي? طب زمان ما كانش فيه الالكتريستي. امار كانوا بيستعملوا اللي قولد ويند ميل ده في ايه? قالك كانوا بيضحانوا بيها الحبوب كانوا اللي يجيبوا القمح والشعير والدرة يضحانوها عشان يجيبوا دقيق. اه يبقى ده برضو فرق. الفرق اللي هو ايه? انه ده كان اسمو اسمو تربين لكن ده اسمو ده بستعملو لكن ده بستعملو بتو ايه? يعني طحن. علشان اجيب دقيق. يلا تعال نقرأ الكلام ده. بتاعة والريسنت بص اول حاجة في التشابه اللي بينهم دا كل الجملة الجملة زي بعض. اول حاجة في التشابه بينهم انه ايه? ان هما فيهم دراعات فيهم بليتز وبيعتمد على الرياح. تاني حاجة تيك قيناتك انرجي فروم ويند. انه هما الاتنين بياخدوا قيناتك انرجي من الويند. وتالت حاجة انه هو انه هو رخيص ومتاح. يبس بين الاولد والريسنت ويند ميلز. انه اول حاجة فيهم انه هما تيك من الويند. وانه هو حتى كمان بيتشابه في لعب بتاعهم. ايه لعب بتاعهم اللي هما متشابهين فيه? انه هما مش بيشتغلوا من غير كهرباء. دونت جينيريت الكتريستي وين ويند نوت بلو. تمام? يبقى لعب بتاعهم انه هو ايه? دونت جينيريت الكتريستي بس هنا عشان دا مش بيعمل عشان دا مش بيعمل كريستي. اكتب don't work. اكتب don't work. وهنا برضه عشان تبقى تبقى الدونت اوو القوزوت ويند او ويند دونت بلو. يعني full low يعني اللقت بلو يعني لا تهب. تمام؟ الريح لا تهب. يبقى تكتب don't work without wind. بس don't work without wind. مش لزم الكلام اله الكتير ده. اكتب don't work وزاوت ويند. يبقى في تقول ان هو ايه? زي تيك كينيتك انرجي فروم ويند وشيب وافيلابل. والتشابه في التشابه في العيوب انهما ايه? طب الاختلاف ايه? الاختلاف قلتلك ان الدراعات هنا بتبقى اطول وان ده بيستعمل في ان انا اجيب دقيق لكن هنا اه بجيب منه الكتريسيتي. تعال نشوف الكلام ده. لا مش بقول الدراعات اطول الدراعات اكتر. مش بقول اطول. تمام? اكتر. اه لكن اه لما هنشتغل في الاسئلة اه هقول لك ان الدراعات هنا اطول. لان الصورة اصلي مش مبينة. لا اه لما اتيجي للاه. من ندخل في الاسئلة هيقول لك ان الدراعات هنا اطول. طب هتقول لي طب انا اعرف مين? لا انت لما تيجي تقرب من ده هتقل درعات اطول. ده البليتز بتاعته لونجر بس عدده امقال. هتقول لي طب ده مش مكتوب. هقول لك اه خليها في اه الاسئلة بتاعت نواتج التعلم اللي هسألك فيها. لكن هنا انا بس بناخد الجزء اللي احنا هنذكره. او الجزء اللي مكتوب في الكتاب يعني. هنا الديفرانس. في الويند ميلز الولد والريسنت. ان ده بيستعمل في ايه? اطحن. اهو. لكن ده بيعمل ايه? على طويق اكتب ايه? ان هو وخلاص مش لازم الكلام كتير. اكتب وده مش لازم الكلام كتير ده. خلاص. اه الحتة اللي انا بقولها بتاعت نواتج التعلم. بقول لك ان الويند ميل بيبقى ايه? مور ان بليدز. تمام? آآ والريسنت بيبقى اقل في البليدز بس ايه? خلاص. في هنا الجزء ده. بكلمك عن مقارنة بين الووتر ميلز والويند ميلز. اخد رست وارجع لي تاني. هو فاضل بسيط يعني. ايه الفرق بين الووتر ميلز والويند ميلز? تعال نفكر كده نتناقش مع بعض. الووتر ميلز ببساطة تشتغل بمية. الويند ميلز تشتغل بايه? بالرياح بالويند. يبقى ده بيشتغل بووتر ده بيشتغل بويند. الووتر ميلز مش هتشتغل وزاوت ووتر. والويند ميلز نوت وورك وزاوت ويند. الووتر ميلز ده آآ يعني بيبقى رخيص والويند ميلز رخيص. تمام? الووتر ميلز بيشتغل من غير كهرباء والويند ميلز بيشتغل من غير كهرباء. ايوه هما بيش 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 بي كلمة حديثة. كلمة مينز معناها ان هما بيعملوا ايه? بيشتغلوا في ايه? بيتحنوا الحبوب زي الامح والشعير والدرة ويطلعوا دقيق. خلاص ركز في الكلمة دي علشان دلوقتي احنا غيرنا الكلمات بتاعتنا. كلمة ميلز يعني كلمة قديمة اللي هو بيتحن الحبوب ويطلع دقيق. لكن خلاص ده اللي بيطلع الكهرباء. الاتفاق ده اتفاق جديد لازم اتفاق عليه. عشان كده اهو بيقولك ان الووتر ميلز والويند ميلز في الماضي لما نيجي نعمل مقارنة. بص. الووتر ميلز يوز ووتر توورك. لكن الويند ميلز يوز ويند توورك. تمام? الووتر ميلز وورك وزاوت الكتريستي اند شيب. برضو الويند ميلز وورك وزاوت الكتريستي اند شيب. هما اللي تنين مش بيشتغلوا بكهرباء. لكن ايه وورو خاص. تمام? اللعاب بتاع الاتنين دول ان ايه الووتر ميلز مش بيشتغل بمية. فيقولك ان هو ويند ميل بيشتغل مش بيشتغل من غير ويند. بيقولك وين ايه وزاوت بلوينج اف ويند. يعني بدون هبوب الرياح. دي مقارنة من الووتر ميل والويند ميل. بيقولك ايه? يعني ايه قلت لك ان رينيوبول ريسورس اف انرجي لها اسمين. كلين ريسورس اف انرجي واولترنتف ريسورس اف انرجي. فبيقولك مين منهم اللي هم مين اصلا? اللي بيستعملو مين فيهم ليستعمل انرجي? مين مش بيستعملو ميكانيكا الانرجي? تمام? بص الووتر والويند بيستعملو ميكانيكا الانرجي. لكن اللي مش بيستعمل ميكانيكا الانرجي هي ايه? البيو فيول والسولر. خلاص? هتقول ليه? هقول لك بص. قصد الووتر والويند. بيدخلوا على التربينز. ماشي? بيشتغلوا على تحريك التربينز. طب امه السولر دي بتعمل ايه? السولر دي مجرد ان هي عبارة عن نور. ينزل في الجرينهاوسز. بقى ينزل بقى في اه 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 يدخل في ده نور. يطلع الكتريست يطلع هيط يطلع زي ما يطلع. تمام? لكن ده عبارة عن نور. طب البايوفيول. البايوفيول ده انا بحرق. بحرق بيه. تمام? لكن مفيش حركة. يبقى اللي حاصل عنده حركة اللي هما الاتنين دول. خلاص عشان لو جالك من اللي بيستعمل ميكانيكا الانرجي? او الصن من اللي بيستعمل ميكانيكا الانرجي? اقول لك لأ. تمام? سؤال تاني. طب هاو كان ويوز ميكانيكا الانرجي توجي الكتريستي? ميكانيكا الانرجي تعبارة عن. ايه? عشان اطلع الانرجي تعبارة عن. حركة. عبارة عن حركة في التيربينز. التي جاية من. التيربينز. او. التيربينز الز الخ LOW stker Access�. علشان احاول اليه كأهو النيرة او الاتر بيجرد التيربينز. او اللي با تيرنينج تيربينز ت pill ايه اوضح واسهل. في عندي مقارنة. مقارنة واحدة. ايه الفرق بين استعمال الوطر واستعمال الويند علشان اطلع الكتريك انرجي? هقول لك. فيه تشابه في استعمال الوطر والويند. ايه ده في تشابه? اه. ماهو انت في استعمال الوطر والويند بتحصل على الا handsome عن طريقة تيرنينج اوف تيربينز. اهو. فيه تشابه تاني انه هم الووتر والويند عبارة عن رينيوابور سورسيزه في انرجي. تمام. في حاجة تانية ان الانبوت عند الاتنين قائنتك انرجي. اه لان ده بيتحرك التيربين بتاع الووتر بيتحرك والتيربين بتاع الويند برضو يتحرك كيناتك والاوتبوت واحد تحرك التربيين او الكيناتك بتتحول الالكتريك تمام الكيناتك في البردو في الويند تربيين يتحول الالكتريك يبقى التشابه في استعمال الويند والووتر عبارة عن ايه ان التربيين سواء بيستعمل ميا او ويند بيدخل له كايناتك وان هم بيستعملوا وان هم الاتنين الووتر والويند طب ايه الاختلاف الاختلاف ان ده بيستعمل ووتر وان ده بيستعمل ويند صح؟ طب ده بيستعمل ووتر اللي موجودة فين؟ في الريفر زي ايه؟ الووتر فولز والدامز لكن ده بيستعمل الويند اللي موجودة فين؟ في الويند بلايسز تمام؟ اللي هي صح؟ تمام الاختلاف كمان ان ده بيحصل ايه؟ تحول من البوتنشيال المية للنزده من فوق لتحت تحول من البوتنشيال لقائنتك لكن ده قائنتك على طول قائنتك على طول شفت عمرك شفت بوتنشيال حصل في الويند هقول لك ما عرفش؟ هقول لك لا انت عارف تعال نطلع كده وهوري لك الانرجي تشين وتعال اثبت ان فيه بوتنشيال بص كده في الانرجي تشين في الانرجي تشين اللي عندك ده اهو؟ كله كائنتك كله كائنتك بزمتك شفت بوتنشيال؟ ما شفتش بوتنشيال يبقى هنا مفيش بوتنشيال لكن في المية لا ده المية بتنزل من فوق لتحت من بوتنشيال لكائنتك او مية بتتخزن جوه في الدام ولما الدام يفتح البوتنشيال بتاع المية المتخزنة يتحول لكائنتك فانت كده الاختلاف في المية في الووتر والويند ان الانرجي انبوت في الاند في الووتر بوتنشيال وكائنتك مع بعض بوتنشيال اللي فوق يتحول يتحول لكائنتك وبعدك يتحول لالكتريك لكن الويند كائنتك على طول تمام؟ والاختلاق تمام وبعدك الاختلاف برضو اللي انا قلت لك علينا ده ان الووتر بيستعمل ريفر علشان يخلي التربين يلف لكن الويند بيستعمل ويند اللي هو ويندي بليسز خلاص؟ طيب يبقى هنا كده فهمت ايه معاك؟ فهمت معاك الاختلاف في استعمال الويند والووتر تمام؟ تاني السيميلارز السيميلارز ايه؟ الانبوت كائنتك في الاتنين والاوتبوت ايه؟ الاتنين بيعتمدوا على وان هما الاتنين اللي هو الووتر والويند الاختلاف في ايه؟ ان ده موجود في مية بس في الريفر انلي وترشيل وده وترفول ودام لكن ده بيستعمل ايه؟ ان هنا بيبقى فيه لكن ده كله كائنتك انلي تمام؟ قال لك بص شايف الرسم المقارنة اللي قدامك دي طبقها على حاجة اسمها فين شيب ايه فين شيب ده؟ فين شيب يعني بترسم السنة بس عشان نبقى فاهمك فين فين شيب ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن دايرتين تمام؟ الدايرة الاولى تخص الايه؟ الووتر تمام؟ والدايرة التانية تخص الويند فبيقولك ان الجزء المشترك اللي بين الدايرة بتاعت الووتر والدايرة بتاعت الويند اكتب فيها السيميلارز يعني اكتب فيها؟ الايه في الجزء ده بتاع السيميلارز تمام؟ يبقى السيميلارز هنا تكتبها فين؟ تكتبها هنا والديفرانسز تشوف الجزء اللي يخص الووتر تمام؟ اكتبه هنا والجزء اللي يخص الويند في الديفرانسز اكتبه هنا تمام؟ ته بس ايه؟ يعني هي نفس المقارنة بس عملها في شكل دايرتين في المنظر القدامك دا لكن الكلام واحد ومكرر كده انا خلصت معاك الكنسط طبعا انا نصيحة مني لو انت بتحضر الفيديو على بعده ما تتفرجش عليه على مرة واحدة لانه طويل جدا وبالتوفيق ان شاء الله تابعوا معنا التلخصات وبنك المعرفة وقناوات الوزارة شكرا